طول على ايتحال أشكرك جزيلا رضع لهذه الفقرة والشكر كذلك لضيفك على هذه الجولة التاريخية والموسيقية في آن واحد على ايتحال يحرص الفلسطينيون كذلك في عيد الفطر المبارك من كل عام على أحياء عادات وتقاليد وتقوصا توارفوها منذ القدم عن آبائهم وأجدادهم ورغم الأوضاع المعيشية الصعبة في غزة إلا أن الفلسطينيين يحاولون إدفاء أجواء من الفرح والبهجة عبر ممارسة تقوص خاصة بهم والاحتفال بطريقتهم الخاصة وشراء الملابس العيد لأطفالهم فيما تعد النساء أنواع مختلفة من الأطعمة والحلويات الخاصة بالعيد غاليا حمد مراسلتنا في القطاع سترصد لنا بعد قليل كيف تنتصر إرادة الحياة في غزة على العدوان وستعرفنا على أسرة فلسطينية أتم أبناؤها جميعا حفظ القرآن الكريم كما ستحاور المخرجة الفلسطينية محمد الصواف مخرج فيلم أحد عشر يوما في مايو وهو وثائقي بريطاني فلسطيني تذكاري للأطفال الذين فقدوا حياتهم في الحرب الأخيرة في القطاع وتروي قصة الفيلم كيت وينسلت الممثلة البريطانية الحائزة على الأسكار ويعرض في سينمات لندن خلال هذا الأسبوع قبل الانتقال لغاليا نتابع جانبا من الفيلم أنا براء صبر سليمان أخ الشهيد صبر محمد سليمان أنا أخي الشهيد عبدالله أشرف جودا أنا أجل أسمع أنت الله المصري بسم الله الرحمن الرحيم أنا حاسم مونير حسين حمد أخي الشهيد مونير حسين حمد موسيقى 10 موسيقى 5 موسيقى the first day of the bombing campaign 8 children were killed in Gaza موسيقى أشتركت ألها العاب نقية الله أبي الله يرحمها ضمتها صدرها مبسطت كانت فرحان كثير 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 موسيقى ومرة أخوي إيجا قاعدة تتعصس في الجوال لو أخوي خبطت لك هذا التمن زي جايك لنتحول الآن إلى زميلتنا غالية مرسلة الجزيرة مباشر في قطاع غزة أهلا بك غالية وأجواء الحقيقة في نفس الوقت أسرية عائلية وفنية كذلك للحديث عن هذا الفيلم أترك لك شاشة الجزيرة مباشر غالية أهلا بك محمد أهلا بك والمشاهدين الكرام في هذه الأجواء التي نحن فيها في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك في قطاع غزة لا يمكن إغفال في أي لحظة الأطفال الذين كانوا من المفترض أن يحتفلوا هذا العيد بالملابس الجديدة وبالأموال العيدية التي يحصلون عليها من أقاربهم من كبار السن لكن إسرائيل حرمتهم أن يكونوا هذا العام في هذا العيد وهو ما وثقه المخرج الفلسطيني محمد الصواف الذي هو ضيفنا اليوم بالإضافة إلى هذه العائلة التي لديها قصة رائعة للتروى كما تفضلت محمد سنبدأ معك أستاذ محمد الصواف في هذا الفيلم الذي شاهدنا جزءا بسيطا منه أحد عشر يوما في مايو ها قد عاد مايو من جديد وعادة ذكرى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كيف يوثق ويخلد الفيلم قصص الأطفال الذين فقدوا أرواحهم في فترة العيد العام الماضي مرحبا غالية بداية سنكون عام بخير ومتنا العرية والإسلامية بخير وربنا يجي يعيد علينا العوامل القادمة وقد تخلصنا من الظلم والحروب وعشنا بسلام كبقية الشعوب الفيلم 11 يوم في مايو 11 يوم هم أيام العدوان الإسرائيلي اللي كان مستمر قبل عام من الآن الفيلم حاول أنه يخلي ذكرى هؤلاء الأطفال تقريبا عندي 60 طفل استشهد من ضمن 200 شهيد سقطوا في هذه الحرب يحاول أن يخلي ذكرهم من خلال استعراض قصص هؤلاء الأطفال على لسان ذويهم وأهلهم وذكرياتهم الجميلة ومتعلقاتهم الجميلة حتى يحاول أن يظهر أن هناك مستقبلا قد وئد خلال هذه الحرب هذا ببساطة عبارة عن نصب تذكاري لهؤلاء الأطفال حتى يتذكرهم العالم وعلى الأقل يشعروا بما يشعر به أهلهم وحتى يظهر الظلم الإسرائيلي اللي يواقع علينا منذ 74 عام تقريبا هل تعتقد بأن كون الفيلم إنتاج فلسطيني بريطاني وترويه ممثلة معروفة مثل كايت وينسلت سيحدث فرقا في إصال هذه القصص التي في العادة تموت مع موت أصحابها أو على الأقل تبقى في المحيط المحلي والعربي لا تصل إلى العالم الغربي كما ينبغي هل تعتقد بأن هذه الإضافة ستحدث فرق حقيقي؟ نعم أعتقد وجود المخرج العالم مايك لونتن برم هو إخراج مشترك معه ومع الممثلة اللي حاصل على أسكار وحتى كايت وينسلت ومع أيضا الموسيقار المعروف والألف موسيقى الفيلم هو ماكس ريختار أعتقد سيكون له وقع ربما أفضل من الأفلام التي ننتجها ليس لأن الفيلم هو أفضل من الأفلام التي ننتجها العرب لكن وجود هؤلاء الناس وجمهيرهم وسيكون له قبول أكثر عند المشاهد الغربي حتى قبل أن يعرض الفيلم هناك صدى جيد للفيلم مثلا صحيفة صحيفة الڭارديان البريطانية نشرت تقريرا موسعا عن الفيلم كثير من الصحف الغربية تحدثت عن الفيلم وهو لم يعرض بعد تبنته سينما بكتشر هاوس سيُعرض في عشر دور سينما في بريطانيا في ستة مايو المقبل أعتقد سيكون له وقع خاصة أيضا مع وجود الحرب الروسية الأوكرانية وبدأ الغربيون يشاهدوا اللاجئين يشاهدوا القتل أمام أعينهم في أوروبا الآن حرب تشابه حربنا وللأسف ربما كان يجب علينا أن ننتظر كثيرا حتى تحدث حرب للأسف في أوروبا ربما بقي أن يؤمنوا بأن الضحايا الذين لا يشبهون الضحايا الأوكران هم أيضا ضحايا ولهم حقوق سأعود إليك أستاذ محمد ولكن أنتقل الآن إلى المهندس طارق سليم وإلى عائلته الذين هم معنا اليوم في هذا المكان الذين احتفلوا قبل أيام بإتمام آخر ابن لديهم حفظ القرآن الكريم بالإضافة طبعا إلى الابن الأخير في الولايات المتحدة انتشرت صورة لكم وقد حملتم جميعا شهادات التكريم بحفظ القرآن الكريم حدثنا عن هذا الإنجاز ما مدى أهميته لعائلتك حتى حافظ الجميع على إتمام حفظ القرآن أولا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم في قناة الجزيرة وأهنئ الأمة الإسلامية بالكامل كل عام وأنتم جميعا بخير إن شاء الله تعالى أولا هذا فضل من الله صبحنا تعالى ولا ندعي غير ذلك والحمد لله رب العالمين موضوع القرآن الكريم بالنسبة لنا هو موضوع حياة جزء من حياتنا وليس فقط نشاط بنمارسه فعندنا كل طفل أو ابن أو ابنة مجرد ما يصل إلى مرحلة أنه استطاعة القراءة أو استطاعة الفهم ما يقرأ على الأقل بشكل بسيط نبدأ بشكل تدريجي في موضوع تلاوة القرآن الكريم ومن ثم حفظ القرآن الكريم وأيضا فهم وحاولة فهم القرآن الكريم نتبع جزء من الأسلوب هو الحفظ بالفهم أيضا فنحن بنمارس هذه العملية من الصغر وبيبدأ الطفل في التعود على ممارسة هذا الموضوع والبيئة المحيطة هي بيئة داعمة بلا شك يعني مثلا بيئة حلقات المساجد دار القرآن الكريم والسنة مراكز الدكتورة أروى الله يزاه الخير الأسرة بلا شك هذا شيء كتير مهم كم استغرق الأمر من وقت بالنسبة يعني دعنا أن نقول يتم أحدهم حفظ القرآن في عام عامين أو كم من الوقت البعض استغرق سنتين أو ثلاثة البعض استغرق فترة أقل لما يكون في حافز لكن الحمد لله رب العالمين معظمهم أتم في سن قياسي فإن عندنا مثلا سلمة أتمت في إجازة المدرسة بين الصف السابع والثامن ثلاثة شهور في الفترة هذه أتمت ختمت هي بدأت من قبل بلا شك يعني بدأت من قبل نحن نعتبع أسلوب أن القرآن الكريم هذا جزء من حياتنا وليس فقط في الإجازة وليس فقط في أوقات الفراغ طيب لو عرفتنا جميعا بمن أتم وحفظ القرآن من أبنائك بالترتيب لو تفضلت بالترتيب طبعا سلمة هي خارجة هندسة حسوب أتمت حفظ القرآن الكريم في الفترة ما بين صف السابع والثامن محمد ابني هو أيضا خارج هندسة حسوب وحاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وأتم أيضا حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة أيضا هند على وشك التخرج أيضا كلية هندسة وأتمت أيضا حفظ القرآن الكريم في أولى أو تانية جامعة لا أعتقد بالترتيب طبعا إبراهيم هو أيضا طالب في الجامعة هندسة أيضا وأتم حفظ القرآن الكريم زي سلمة في الفترة ما بين صف سابع وصف ثامن ابتداء في الاعدادية سارة ما شاء الله عنها سارة أتمت القرآن الكريم في صف ثامن أيضا في مرحلة مبكرة جنة أتمت القرآن الكريم في صف سابع سادس سابع يعني في الفترة ما بين سادس السابع وأصغرهم أحمد أتم القرآن الكريم قبل أن يصل إلى صف خامس ابتدائي طيب اسمح لي أن أن أنتقل إلى زوجتك لأسألها عن كون الاهتمام بحفظ القرآن الكريم الذي يأخذ بكل تأكيد وقتا وجهدا ألا يؤثر على دراسة الأولاد ألا يؤثر على مستوائهم وتحصيلهم العلمي بالعكس هم الحمد لله رب العالمين جميعهم من المتفوقين في المدارس الحمد لله رب العالمين هذا فضل من الله هو لم يأخذ من وقت الدراسة هو أخذ من وقت الانشغالات الأخرى اللي بيحتمها الوقت الألعاب والجوالات والنشاطات السوشيال ميديا اللي مائلها لازمة فكان هذا مجرد إحلال وإبدال طبعا للأفضل وهذا فضل من الله أنهم تعاونوا معي الحمد لله رب العالمين كان في حوافز أخرى طبعا عوامل مساعدة في الموضوع أحمد طالب في مدرسة دار السلام عند الدكتورة أروا الرئيس البنات في الصيف كانوا بيحفظوا في المراكز بس هو اللي صار زيادة أنه في وقت كان التعليم أونلاين في وقت الكورونا وأنتم أيضا على ما تفضلتم أنتم عائلة تهتم بالعلم أنت طبيبة صيدلانية ووالدهم مهندس ويملك شركة سأتحدث مع آخر من أتم محفظ القرآن أحمد أصغر أبناء العائلة اسمحي لي أن أتحدث إليه أحمد مبروك هذا الإنجاز وقل لي هل كان صعب؟ هو طبعا كان صعب في البداية بيكون صعب حفظ القرآن يعني قرآن كنا نستكبره قرآن كبير بس مع العادة بس مع تكرار تكرار والإرادة لحفظ القرآن بتم إن شاء الله أحمد الإرادة لازمها سبب وهدف شو كان الهدف اللي أنت حطوا قدامك يعني كنت تعتقد أنه ليس مهم تحفظ القرآن ممكن تقرأوا في أي وقت مثلا القرآن بهد النفوس بعدين تشجعت لما شفت إخواني حافظين القرآن فيلا بخلص بحفظ معهم وخلصت كانوا أنا صغير يأخذوني معهم على لحفيز الدكتور ألوى مركز وبعدها كملنا في الدار كملنا في الدار خلصت في المركز لعند الشورى وختمت في الدار لفصلت أصحابك اللي حواليك يا أحمد لما شفوك تميت حفظ القرآن أنت وكل عائلتك صاروا بدون يعملوا زيك؟ ما عرفش صراحة طيب شكرا يا أحمد هناك الكثير من رأوا فيكم قدوة شكرا لك ولو سمحت تتقرب لنا المايك شكرا سنعود إلى المخرج محمد الصواف لنتحدث عن فيلم 11 يوم في مايو يعني أي إنجاز فيما يعرف ومعتدنا عليه يصل إلى المجتمع الغربي في توثيق قصص ضحايا الشعب الفلسطيني تقابله إسرائيل بحرب إعلامية وضغط حتى يتم منع عرضه وربما أيضا سحبه هل واجهتم حتى الآن هذه الأزمة؟ حقيقة أنا لا أنتبه لهذا الموضوع لكن مثلا لو بدنا نتحدث عن كتولتسون يعني كانت ممثلة بريطانية حاصر على الأسكار سبق للاحتل الإسرائيلي أن دعاها ودعا لأكثر من ممثل عالمي لزيارة البلد القديمة في القدس والحمد لله يعني ما كانوا موجود أو يعني لاحظوا الدعوة ما قبلوا الدعوة ووجود هؤلاء النجوم في هذا الفيلم على الأقل كان هي تعليق صوتي ليس أكثر لكن وجودها يعطي زخما للفيلم وللقضية الفلسطينية وقضية الأطفال في المجتمع الغربي ربما يكون أو حدث أو ربما يكون في تحرك إسرائيلي أو اللوب الإسرائيلي في أوروبا ضد الفيلم لكن حتى الحمد لله الأمور سالسة وإن شاء الله سيعرض هو في ستة مائنة هل هناك أي جهود ربما لضمان عدم حصول هذه الخطوة أي جهود دبلوماسية أي تنسيق مع مؤسسات دولية لتوصله إلى الجمهور الجهود الأساسية هي أن يوصل الفيلم يعني إحنا الآن مع شركة نحاول أنه يعرض الفيلم في أكثر من محفل اللي سيبدأ عرضه في ستة مايو في عشر دور سينما في بريطانيا الحمد لله لأن كثير من التذاكر تم شراءها من كثير من الناس يعني لحضور الفيلم ريع الفيلم سيذهب لمؤسسة تهتم باللاجئين الفلسطينيين ريع التذاكر الفيلم في بيكتشير هاوس نحاول أن نشر الفيلم والمشارك في أكثر من مجال العالمين حتى يعرض على هذه المنصات يكون صوت لهؤلاء الأطفال وصوت لأهالي هؤلاء الأطفال وأنا كنت أريد أن أسألك أخيرا عن أهالي هؤلاء الأطفال أنتم تحاولون تلخيص قصص ستين طفلا قتلوا أو ستين طفلا قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كيف كانت ردود فعل الأهالي هل شعروا بأنكم لخصتم وأوجزتم كل هذا العدد من الأطفال أو هم ربما قصص ولكل منهم حياة كان الهدف من الأساسي هو أن نقول أن هناك حياة كان يجب أن تكون ومستقبل يجب أن يكون وأدو الاحتلال الإسرائيلي من خلال قنابله بالتأكيد الأهالي كانوا مكلومين مجروحين لكن كنا نقنعهم بأن أولادهم يجب أن لا يكونوا رقما تتناولهم نشرة الأخبار ثم ينسى العالم وهكذا يعني إحنا 74 عاما كل يوم أخبرنا أو قضيانا على الأخبار ثم ينسى العالم هؤلاء الأطفال ليسوا أرقاما يجب أن يكونوا هم مشاريع حياة مشاريع مستقبل ذكرياتهم وأحلامهم وطم خاطمهم سيكون متاحا للمشاهدين في عموم الوطن العربي ما في وقت محدد لكن حتى الآن نحاول يعرض في دور السينما بشكل أو بآخر في مرجلات الدولية لكن ربما لاحقا يعرض على بعض شاشات التلفز أشكرك جزيلا مهندس طارق لو كان من كلمة أخيرة في وقت قصير كيف يمكن للأهالي في هذا الوقت من الغزو الثقافي أن يحموا أبنائهم من أن يتماشوا مع التيار الذي يحدث حاليا بلا شك الرجوع فقط إلى القرآن الكريم الرجوع إلى حضرتنا إلى ثقافتنا إلى هويتنا هذا شيء كثير مهم وهي ملأة حقيقة يعني ملأة بالقيم التي ليست موجودة وهي مكملة للحداثة ومكاملة للعصرية ومكاملة للعلم ونحن أولى به أشكرك جزيلا المهندس طارق أهلا وزوجتك والعائلة وشكرا لك أيضا أستاذ محمد الصواف المخرج الفلسطيني شكرا لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير إذن محمد هذه بعض القصص في قطاع غزة التي أردنا أن نشارككم إياها في ثاني أيام عيد الفطر السعيد وربما ما زال في القطاع الكثير من القصص الحافلة التي يحرص الأهالي دوما على أن يعيشوا تفاصيلها وأن يبرزوها للعالم إليك ذميلي محمد نعم غزة صحيح القصص كثيرة في قطاع غزة وليس هناك خيرا من خيرا من غالية حتى تحكي لنا هذه القصص أشكرك جزيلا غالية وأشكرك ذلك ضيوفك الذين كانوا معنا إذن مباشرة من قطاع غزة ومع مواضيع مختلفة من الفن إلى العائلة الفلسطينية وكيف تعيش هذه الأجواء من غزة إلى القدس تجول على سوار الذهب